مع الجهات متخصصة من مخابرات مش مخابرات العامة يعني في روسيا بصار في نظر عن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا بصار في نظر عن خروق اللي بتدور على وجه الأرض لكن فيه اتفاقية ملزمة إن ما يحدث في القواعد السرية هو سري بحث وكذا وكذا وبيستخدموا التقنية دي إيه بقى كان من النتيج ده وصلت وصلت هذا يعني وصل هذا الكم التعاون لعمل اتفاقية رسمية اسمها اتفاقية جريادة اتفاقية جريادة دي كانت في عام 1954 اتفاقية جريادة تمت بين حكومة الولايات المتحدة ممثلة لحكومات الحلفاء وبين جنس جريس او جنس الرماديين الاتفاقية دي طويلة بس المختصر بتاعها إنه هو تعاحد بأنه هما وفروا لهم احتياجاتهم من ايبا هما كانت بتتم عمليات اختطاف للبشر لاهدف معين عداف معينة دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين هما محتاجين من حين لاخر اختطاف شخصيات معينة وبيتم ارجعها بيرجعها تاني اه بيرجعها تاني بس يوردع خلصان ده لا بس هنعرف هما ليه بيختفوا وإيه التجارب اللي أثبتت في أمريكا إن المختطفين دول فعلا تم اختطافه لأن هما تعرضوا لتجارب نفسي كتير ولتنويم مغناطيسي حتى يتم معرفة الحقيقي من الخداع واتضح ان 80% منهم فعلا تم اختطافه احيانا في ناس بتسأل طب ليه الاختطاف بيحصل في الدول الغربية ما بيحصلش في الدول العربية الحقيقة إن الاختطاف بيحصل في الدول العربية وهذه اللقاءات تتم في الدول العربية وكل حاجة عندنا لكن لا يوجد متسع من الكلام الرسمي أو اهتمام رسمي وكل ما يحدث له هذا يخشى من الحديث فيه لكن ما يتم في الدول الغربية يتم في الدول العربية في كل حتة في العالم اه ويتم في كل حتة في العالم هنعرف بعد كده إن الاختطاف ده بيتم لأكثر من سبب أحدهم خلينا في الاتفاقية بقى عشان ما تخرميش المهم اتفاقية جريادة تمت بين حكومات دول حلفاء ممثلة برئاسة أمريكا وبين كائنات الجريز أو رمضين اتفاقية دي بتنص على ان هم ياخدوا احتياجاتهم من بشر بس اشترطوا عليهم ان هم يقولونهم ان هم هيسلموهم أعداد محددة بالأساني ويتأكدوا من إرجاع هذه الأعداد وهم عندهم حاجة في وسط التقنيات وياريت الناس اللي هتضحك وتفتكر ان الكلام ده من الأفلام يا جماعة في الأفلام ده كله حقيقي ان هم عندهم تقنية ممكن بينسوا الشخص الزاكرة الحضرة عشان كده كل الشخصيات اللي تم اختطافها على البطن بيسجل لكن على الظاهر بيلاقيها فدول بيقعوا في ارتباك شديد وعشان كده تم حصرهم وتم عمل تجارب نفسية عليهم وتنوين مغناطيسي وعرفه عن طريق تنوين مغناطيسي ان دول فعلا هم تم اختطافهم بالفعل وانتكلم عن اسباب هزا الاختطاف من ضمن الحاجات الاعداد من ضمن الحاجات هم هم بيحتاجوا بعض المواشي لتغذيتهم ان بيكونش فيه تغذية كاملة وهناعرف ان جريز مواشي من بتاعتنا ايوة بيأكل لحم ولا بيأخذ بلازمة النوع طبعا اللي احنا هنتكلم عليها الكائنات دي ما عندهاش اجهزة تناسولية ولا عنده اجهزة هضمية وبتتغذى جريز بالزيت بان احنا نعرف ليه بل بتكسر ازاي ما انا هقول لها هدريك حاجة بيلاقهم جميع بجامعة بقى ما انا لو قلت دلوقتي الناس هتتصدم انا عايزة لما اتكلم على كائنات جوف الارض وانا اقول لهم ليه جريز بقى كده انما لو فتحتهم الاول الناس هتتصدم اكتر مية مصدومة من تشريح روزول ومن تشريح اللي هو الجريز اللي كانت في الطبق الروسي لا انه كائنادي استغرابه جدا كائنادي ما عندهاش جهاز هضمي ولا عنده جهاز تناسولي ناحد اسباب الاختطاف انه هم المجموعة الموجودة دي هنا الجريز بالذات لهم اصل الفضائي وهنتكلم على الاصلهم الفضائي دول مش من الكائنات اللي هي بتاقى لكن المجموعة الموجودة هنا مجموعة مهجنة اللي تحت الارض يعني اللي تحت الارض الجريز اللي تحت الارض مجموعة مهجنة تم التلاعب بيهم وهنعرف ليه تم التلاعب بيهم موجودين هنا بيعملوا ايه لكن النقطة إن الجريزي موجودين دول مجموعة مهجنة فنتيجة التلعب في جيناتهم هما بيتكسروا عن طريق الاستنساخ هما بيحتاجوا لعمليات الخطف لأنه هما بعلهم ألاف السنين العملات الاستنساخ عملت انهيار الجينات الأسية والدين بتاعهم بيحتاجوا أن هما يعوضوا ده من الجنس الأدمي زاد أن هما بيعملوا تجارب خاصة على الجنس الأدمي زاد أنه هما أحيانا بيزرعوا بعض نقطة مخصبة في بعض الانس الجنس الأدمي الناس هترفوا الدوت بس يا جماعة ما احترامي للجميع برغم الرفض الكلام ده عليه مليون إثباته كلام ده حقيقيه والكلام ده احنا عارفينه من زمينه مع أنه صادم بس أرجوكو دي الحقيقة كتير من عمليات إسقاط الاجنة اللي بتحصل بيبقوا هما الوراه وكتير من الناس اللي بيتم اختطافها بيتم إجراء دراسات على الانس محددة زاد أنه في بعض ناس اللي بيتم اختطافهم هنشوف برضو إيه إيه الأسباب الاختطاف ده وعلى فكرة أكبر علماء الفضاء اللي يشتغلوا في الملف دوت لقوا إنه كمان ده كمان كان من إيه من مثلا من الستينيت أو كده إنه بيتم اختطاف من قبل الكائنات دي ما يزيد عن عشر ألاف سنويا حول العالم بيتم اختطاف ما يزيد عن عشر ألاف سنويا حول العالم بلد زي بلدنا وحدش بيعرفها وحد اختطافهم وكثيرا منهم من الأطفال كتير منهم من الأطفال في أطفال بيختفوا كمان تماما لكن بصرف نصر عملات الاختطاف اللي بيتم حول العالم لأسباب متعددة الجريز وراء اختطاف الألاف سنويا زي ما قلت المواهد دي حددوهم بعداد محددة بإنهما يمدون بالأسامي عشان تأكدوا من رجوعهم وبرضو هنتكلم عن موضوع الاختطاف ده ولو أسباب أخرى بس هنتكلم عليها بعدين مهم نرجع في معاهدة جريادة تم دوت انه هما امددهم ببعض الموايشي هما زي ما قلت ما بيتغزوش عن طريق الجهاز الهضمي لكن بيتغزو عن طريق الجلد وعشان كان بيحتاجوا في الموايشي الأجزاء اللي هي بيبقى فيها أغشام وخاطئة عالية وإنزيمات عالية فأنا معي كمان برضو فيديوز بس مش مجالها دلوقتي عن طريق عن كل الناس اللي جنب القواعد العسكرية اللي فيها تعاون تقني مع الاليينز بتشتكي من إنه مواشيهم بيتم القتلها بنفس الطريقة وبيختفي منها الأعضاء الطريقية زي اللسان زي الحاجات اللي فيها أغشية مخاطئة علي وهم عارفين كويس وبال موضوع ده عادي عندهم دي طريقة اللي هم الأكل بتاعه من ضمن ده برضو المواحدة دي إنه هم بيحتاجوا رقائق الدهب رقائق الدهب بيستخدمها في أكثر من موضوع من ضمن المواضيع دي برضو في مواضيع اللي هو الهايبرد نفسها اللي هو اللي بيعملوا منها استنساخ فبيحتاجوا رقائق الدهب من ضمن المواضيع دي محتاجين رقائق الدهب لموضوع أخر خلينا نأجله دلوقتي المقابل المقابل يعني هم عايزين من أمريكا مواشي وناس يتخطفوا أو يدلوا الناس يعملوا عليهم طلال ورقائق دهب والحفاظ على السرية والحفاظ على السرية مقابل التعاون التقني من بعد معاهدة جريادة تم أخذ الكثير والكثير من التقنيات ومن العلوم من ضمن هذه العلوم اللي هي كان أساسها الجريز علوم النارو تكنولوجي كان أساسها الجريز من ضمن العلوم اللي كان أساسها الجريز علوم الميتاماتوريال أو ما فوق المادة اللي هي بتستخدم حاليا أو ظهرت بقى حاليا في صورة تطبيقات تجرب الإخفاء لكن هي موجودة من سمين الميتاماتوريال دي أخذوا تقنياتها من الجريز وهي بتبقى نوع معين من السبائك غالبا ما بتبقى الكروم النقي ودي قادرة على إنها تستخدم خاصية في الضوء إنه هو بتعمل عكس يعني مثلا أنا يبقى عندي جسم كده أنا بطليب مواد معينة فيه لها سبيكة معينة بس غالبيتها الكروم النقي بس لها حسابات معينة بتجي الإضاءة الخام السبيكة دي قادرة أو الاستخدام النانو تكنولوجي مع الميتاماتوريال اللي هي ما فوق المواد اللي هي طبيعة الجزيئات بتبقى قادرة على إن تعمل حيود للضوء وإن هو يرجع لنفس مستوى ويكمل فأنت ما تشوفش الجسم اللي موجود تخفيه خالص يعني دي طبعا من أقصى حاجات الستيلس أو الستيلس تكنولوجي أو تكنولوجيا الإخفاء فيه عدة تكنولوجيات الإخفاء فهما خدوا تكنولوجي كتير عنهم كتير خدوا الغواصات النوية الحديثة خدوا هنتكلم كمان يعني خدوا تجارب الإخفاء من ضمنها تجربة فلادلفيا ودي فتحت يعني تجربة فلادلفيا دي من تجربة الموثقة نشترك فيها علماء كبار تجربة فلادلفيا أنا استعرضتها كاملة في مرة لها تمت فيها تجربة الإخفاء ودي استخدمت في مختبر اسمه Camp Hero وده مختبر عسكري تم إخفاء السفينة التجربة دي اشترك فيها كان في نهايات عصر أنشتين يا ده من الزمان يعني كانت قبل قبل وفاة أنشتين اشترك فيها كام كبير وهنتكلم عنها مهم أنهم أخدوا منهم تكنيات كثيرة جدا الصواريخ، تقنيات صاروخية، تقنيات غواصات، تقنيات طبية، تقنيات تهجين، أبحث التهجين، أبحث الاستنساخ حاجات كثيرة جدا اتخذت نتيجة لهذا التبادل التقني وحاجات كثيرة قوي تم إخفاءها في هذه القواعد ولم تظهر للنور بعد حتى احنا بنسمع عن بعضها حقيقيا عشان احنا المفروض حالة العفاصل فيه بس الأخ خالد علي لأن الأخ خالد علي دايما الأستاذ خالد علي بيكلم بيقول هذا كلام يراد بهدم كل العقائب لأن سألت يهودي ومسيح ومسلم أن هم الخلق سيقولون الإنس والدن والملائك ولا يولد في أي كتاب سماوي مخلوقات روف أرضية عايز أقول للأخ خالد علي إن لو أنت رئت في صورة الطلاق آية 11 خالد صورة الطلاق آية 11 ختملك الله الذي خلق سبع ثباوات ثباقا ومن الأرض مثلهن يتنزلوا الأمر بينهن بس يا أستاذ خالد إيه خليك بنراح علينا عم خالد نخلي ده ثاني حاجة ما نعرفه هو عنده حق الإنس والجن هما السقالين لكن من هم الإنس والجن؟ هي دي النقطة يعني من هم الإنس والجن؟ نخلي ده بعد الفصل بس أمريكا عملت برضه عملت لهم 2 مليار بتاع ده على فكرة معونة برضه عشان يقطع عنهم المعونة نعجب